مدحف الفيفا فطبعا حاجة كبيرة جدا 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 وحاجة مشرفة كبيرة جدا للنادي الأهلي وتضاف لتاريخ وإنجازات النادي الأهلي كمان عايز أقول لكم على اللعيبة اللي هي مش هتشارك النهاردة وبعيد بسبب الإصابة أنا بتكلم ليه كده لأن بقول له حضراتكم النادي الأهلي غير النادي الأهلي أسرة واحدة حتى ولو أني ما كنتش بسا في القايمة أو مصاب أو بعيد إنما تحس إن فعلا فعلا كل لعيب في النادي الأهلي قلبه على قلب التاني يعني شفنا عمار قبل ما يسافر علشان إن شاء الله بقى ياخد الإجراءات بتاعت العملية النهاردة اتكلم مع لعيبة النادي الأهلي وأذرهم وشجحهم وقال لهم إن شاء الله تعادوا المرحلة دي ونوصل للنهاية وخلي بالكو إحنا بنبص إيه بنبص طبعا خطوة خطوة عدينا الماتش اللي فات ولكن ماتش النهاردة ماتش صعب جدا ولكن إحنا بنبص على الفاينال إن شاء الله نعدي النهاردة نبص على اللي بعده نوصل للفاينال نبص على حاجة أكبر كمان محمد الشناوي حارس مرمى الفريق طبعا خضع لفحص طب جديد النهاردة محمد الشناوي تحتشف الدكتور محمد أحمد أبو عبلا علشان بالزبط نعرف حجم إصابة أو الكابتن الخطيبة هو بيوقع على فانلة النادي الأهلي اللي هتنضم المتحف الفيفا في إنجاز تاريخي ما عملوش حتى الآن أي فريق مصري سوى النادي الأهلي طبعا كل واحد بشعر كل واحد أهلاوي ولو إن أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة أنا كمصري وكأهلاوي بنتمي للنادي الأهلي فخور جدا بما حققه النادي الأهلي فخور جدا بلقطة زي اللقطات دي فخور جدا بإن النادي الأهلي بيمثل مصر وإفريقيا في كاس العالم فخور جدا بإن النادي الأهلي هو صاحب الإنجازات والأرقام القياسية العالمية مع ريال مدريد الأسباني توقيع تعكبت المحمود على الفانلة على الشاشة مع حضراتكم حاجة نفتخر بها كلنا نرجع تاني اللي أنا كنت أتكلم عليه اللعيبة المصابة طبعا إحنا بنقول دايما قبل ما ترجمة نانسي قنقر